اشتركوا في القناة بمشاركة نخبة من المتخصصين والاستشاريين الدوليين وذلك يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر إبريل الجاري ويركز الملتقى على تبادل الخبرات التي تم اكتسابها من تجربة محاربة الوباء في مختلف الدول والاستراتيجيات التي اتبعت للحد منه ما سيسهم في نشر المعرفة وبناء القدرات لدى الدول الأخرى كما يتناول الملتقى آخر التحديثات حول الفيروس في إطار التبادل المعرفي ومناقشة التجارب الدولية بالإضافة إلى توفير اتصال مباشر بين الخبراء وأخصائي الرعاية الصحية للرد على الاستفسارات ومناقشة التحديثات بما يسهم في تعزيز قدراتهم الميدانية في مواجهة هذا التحدي هذا ويناقش الملتقى التشخيص المختبرية للفيروس والتحديات المحيطة بالأمر بالإضافة إلى آخر تحديثات خيارات العلاج المتاحة كما يلقي الضوء على الإدارة المثلى لوحدات العناية المركزة للحالات الشديدة المصابة بالفيروس إلى جانب الخبرة المحلية لمملكة البحرين ودول الخليج العربية في مواجهة فيروس كورونا ويشارك في الملتقى كل من المقدم بروفيسور منافل قحطاني من مملكة البحرين مع خبراء دوليين من الكويت والمملكة المتحدة هذا وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل للمشاركة في الملتقى الإلكتروني سيكون عبر موقع المجلس الأعلى للصحة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل لغاية يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري ترجمة نانسي قنقر